السلام عليكم طلبتنا الأعزاء محاضرتنا لهذا اليوم الجزء الأول من موضوع الإرادات العامة وقبل التطرق إلى الإرادات العامة لابد من توضيح أن موازنة الدولة أو الموازنة العامة تتكون من النفقات العامة والإرادات العامة وأوضحنا سابقا أن بالمفهوم التقليدي النفقات والإرادات كانت في أضيق الحدود لماذا؟ لأن الدولة هي دولة حارسة دولة ليس لها دور في النشاط الاقتصادي دولة محايدة لا تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية لذلك كانت إراداتها فقط الضرائب المصدر الأساسي للإرادات وعدم لجوءها إلى الاقتراض أو الإصدار النقدي الجديد أما وفقا للمفهوم الحديث فإن الدولة تسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية والدولة هي دولة متدخلة وليست دولة محايدة دولة لها دور رئيسي في النشاط الاقتصادي لذلك هي بحاجة إلى إرادات مصادر متعددة للإرادات لتغطية نفقاتها التي شهدت في الآونة الأخيرة زيادة وأوضحنا في محاضرتنا السابقة أسباب الزيادة الحقيقية للنفقات العامة والزيادة الظاهرية موضوع محاضرتنا لهذا اليوم الإرادات العامة وإرادات الدولة العامة تأتي من عدة مصادر أولا الرسوم هذا أحد المصادر الرسم ماذا؟ الرسم مبلغ مالي سنوضح أيضا بمحاضرتنا هذه لكن الفكرة الرئيسية الرسم مبلغ مالي تحصل عليه الدولة مقابل شنوة؟ مقابل خدمة تقدمها المن؟ إلى الأفراد إضافة إلى وجود مصدر آخر اللي هو الثمن العام هذا اللي هو الثمن الذي ندفع مقابل الحصول على السلع والخدمات اللي تقدمنا إياها الدولة من خلال مشاريع المنتجة وهذا ما يسمى الدومي الصناع والتجاري أيضا الرسم بالمفهوم العام هو مقابل خدمة الخدمة منه يقدم النياها؟ يقدم النياها القطاع العام وهذا الرسم ما راح يكون؟ يحقق نفع عام وخاص بينما الثمن مقابل سلعة من اسمه رسم مقابل خدمة ثمن مقابل شنوة؟ مقابل سلعة وهنا الرسم هو مقابل خدمة حانا نبدأ العان بتوضيح إيرادات الدولة وأول مصدر لإيرادات الدولة اللي هو الدومين ممتلكات الدولة والدومين عندنا نوعين دومين عام ودومين خاص كلاهما ما نفهم أنه الدومين العام هو يعود للدولة والدومين الخاص هو يعود للأفراد لا كلاهما يعود ملكيته إلى الدولة لكن الفرق بينهما أنه الدومين العام لتحقيق نفع عام والدومين الخاص لتحقيق أرباح سنوضحها يقصد بمصطلح الدومين ممتلكات الدولة بغض النظر عن طبيعتها سواء كانت عقارية أو منقولة وبغض النظر عن نوع ملكيتها عامة أو خاصة إذن الدومين هي ممتلكات الدولة سواء كانت عقارية يعني عمارات ومباني وقطع أراضيها أو منقولة اللي هي الأموال المنقولة فسواء كانت عقارية أو منقولة سواء كانت ملكيتها عامة أو خاصة هي شنية ممتلكات منوة وممتلكات الدولة الاختلاف ما بين الدومين العام والدومين الخاص أن الدومين العام هي الأموال التي تمتلكها الدولة أو أحد الهيئات العامة وتخضع لأحكام القانون العام وتكون مخصصة إلى النفع العام مثل الطرق الجسور المتنزهات هذه كلها ماذا نسميها دومين عام هذا الدومين متاح لجميع الأفراد يستخدم بشكل مجاني ومساواة ماكو أنه طريق أو جسر لفئة معينة أو لأفراد معينة لا هو لكافة أفراد المجتمع ويهدف من هذه الممتلكات تحقيق نفع عام لكافة الأفراد وحرية باستخدام هذه المرافق العامة من نقول يخضع لأحكام القانون العام ماذا نقصد؟ أولا لا يمكن الحجز عليه لأنها يملكي عامة اثنيا لا يمكن تملكه بالتقادم ثلاثة لا يمكن تصرف به إذن من نقول يخضع لأحكام القانون العامة إذن لا يمكن الحجز عليه لا يمكن تملكه بالتقادم ولا يمكن التصرف به على عكس الدومين الخاص الدومين الخاص هو أموال تمتلكها الدولة أو أحد هيئاتها العامة ملكية خاصة تخضع أحكام القانون الخاص اللي هو شنوى؟ أولا يمكن التصرف بها بالبيع اللي هي مشاريع الدولة الدولة ممكن تبيع مشروع إذا فيها المشروع خاسر ثنيا ممكن تملكه بالتقادم يعني ممكن الدولة بعد فترة تبيعها للعاملين أو لدرون هذا المشروع فإذن يمكن التصرف به يمكن تملكه بالتقادم وممكن إذا أكو أفراد الدولة اقترضت من عدهم أموال أو حصلت على وضاع بدون ما تدفع ثمنها ممكن هؤلاء الأفراد أو القطاع الخاص يفعون دعوة على هذه المؤسسة أو الشركة وممكن إذا كسبوها ممكن يهجزون على هذا المشروع وهنا نقلنا الدومين الخاص اللي هو مشاريع الدولة سواء كانت خاصة أو عامة تطور الدومين الخاص الدومين الخاص تطور من منتلكات يمتلكها الملك والأمير إلى بداية التصرف بها أو التنازل عنها إلى الأقطاعين أو الأمراء بالتالي قلت أهميتها وهنا ما موضح هنا بالكتاب أنه أكو ثلاث أنواع أو موضحة بشكل ضمنية ثلاث أنواع من الدومين أولا دومين عقاري اثنين مالي ثلاثة دومين صناعي وتجاري من قول التطور إرادات الدومين الخاص العقاري قلت أهميتها لأن هنا هنا غابات ومزارع هذه بالوقت الحاضر قلت أهميتها الدومين المالي والصناعي اللي هم حاليا مهمين ليش مهمين لأن الدومين المالي اللي هو الأسهم والسندات لتملكها الحكومة اللي هي تسمى محفظة المحفظة المالية للحكومة فوائد مترتبة على القروض أسهم سندات هذه مهمة بالنسبة للدولة الدومين الصناعي والتجاري اللي هو مشاريع الدولة مثل بالعراق مثل معمل الاسمنت معمل أدوية سامرة فإذن هذه الدومين الصناعي والدومين المالي اللي هم جزء من الدومين الخاص هم بالنسبة للدولة هم الأكثر أهمية من الدومين العقاري اللي قلت أهميتها بالوقت هذا ولأن إرادات دولة من الدومين الخاص تتحقق من الدومين المالي والصناعي والتجاري هذا كان أول نوع من أنواع الإرادات اللي هو الدومين نأتي إلى نوع آخر من إرادات الدولة اللي هو الرسوم والرسم قلنا هو مبلغ نقدي رسم مبلغ نقدي جبري يعني الشخص يدفع بشكل إجباري أي شخص أو أي فرد بين من يروح لأي مؤسسة أو دائرة ينراجع على مود أصدار بطاقة أو جواز سفر أكو رسوم لازم يدفعها وإلا ما ممكن تحصل على البطاقة أو الهوية أو الجواز بدون ما تدفع هذه الرسوم فإذن هو مبلغ نقدي جبري يدفع الأفراد إلى الدولة مقابل نفع خاص يتم الحصول عليه منها أني من أحصل على الجواز إذن هذا الجواز يحقق لي نفع خاص من أحصل على ترخيص فتح مثلا محل أو متجر أو مؤسسة أو شركة إذن هذا يعود بالنفع الخاص المن؟ إلي لكن بالرسم هذا النفع الخاص أيضا يكون مقترم بنفع عام يعني من أدفع رسوم التعليم وأحصل على شهادة وأتخرج وأعمال إذن هنا النفع الخاص والنفع العام تحقق حصلت على شهادة وقمد وحصلت على عمل أدي من خلال الشهادة التي حصلت عليها وإيضا حفيد المجتمع من خلال ممارسة هذا العمل من خلال وممارسة 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 إذن يتحقق نفع عام ونفع خاص من نقول خصائص الرسم أولا الصفة النقدية أنه الرسم يدفع بشكل نقدي ومنه يدفع يدفع الأفراد إلى الحكومة أو إلى الدولة وهو من الإرادات الدولة الإرادات السيادية بالنسبة للدولة الصفة الجبرية الرسم يدفع بصورة إجبارية وإحنا الإجبار يتحقق عندما الفرض يطلب الخدمة إذا الفرض مطلب الخدمة ما يكون مجبع على دفع قيمة الرسم يعني إذا أنا حصلت على هوية أو جدة الهوية أو أي مستمسك عندي فأني ما س definit مجبع على دفع قيمة الرسم شو كنت يتحقق الإجبار عند طلب الخدمة لكن هناك أكو إجبار قانوني إحنا قلنا الفرد مخير بدافع الرسم في حالة طلبه للخدمة حيكون مجبار أنه يدفع الرسم بس إذا ما طلب الخدمة ما حيكون مجبار يدفع الرسم لكن أكو نوع من الإجبار اللي هو الإجبار القانوني شو كنت يكون الإجبار القانوني لما يكون مثلا التعليم الإلزامي الدولة فرضت التعليم الإجزامي إذن أنا مجبر أن أدفع قيمة الرسم ليش لأنني مجبر أن أتعلم أو خدمات صحية تقدمها الدولة بشكل إجباري فأني هنا مجبر أدفع قيمة رسم هذه الخدمات الصحية لأن الدولة فرضتها بشكل إجباري فهنا هنا أكو إجبار قانوني أكو إجبار معنوي لا يتحقق لما أنا أروح أطلب الخدمة فأني ضمنياً حكون مجبرة أن أدفع قيمة الرسم الرسم يدفع مقابل منفع خاصة مثلاً الفصل في المنازعات الرسوم القضائية أو توثيق العقود رسوم التوثيق والتسجيل كذلك قلنا استخراج نشاط تقوم بالدولة نتجة مساعدتي باستخراج هوية أو جواز فإذن هذه النفع الخاص اللي يعود لي تحقق النفع العام والنفع الخاص كلاهما يتحقق قلنا من أني أتعلم وأحصل على شهادة وأمارس العمل على أساس الشهادة اللي حصلت عليه فأني هنا نتحقق النفع العام وأيضاً النفع الخاص بالنسبة للفرد والنفع العام بالنسبة للدولة الرسم والإتاوة حناخذ مقارنة ما بين الرسم والإتاوة بس قبل ما نوضح شنو الرسم وشنو الإتاوة نريد أن نوضح أن كلاهما أوجه الشبه كلاهما يكون بمقابل هاي أوجه الشبه كلاهما بمقابل الرسم مقابل قد ما أحصل عليها والإتاوة أيضاً بمقابل بس مقابل شنوة الإتاوة مبلغ نقدي جبري تفرض الدولة على أصحاب العقارات لماذا تفرض على أصحاب العقارات أنا عندي هس عمارة أو بيت أو قطعة أرض الدولة بالقرب من هذا العقار أو قطعة الأرض اللي أمتلكها سوت مطار أو طرق سريعة أو مولات نتيجة هذا العمل اللي قامت بالدولة أو هذا النشاط اللي قامت بالدولة أدى إلى رفع قيمة العقار اللي أمتلكه يعني قطعة الأرض زاد سعرها الضعف أو أكثر البناية الأمتلكها المسكن العمارة زاد سعرها نتيجة هذه الزيادة الدولة هتفرض عليها شنوة إتاوة نتيجة زيادة قيمة العقار اللي أمتلكها هتفرض عليها إتاوة إذن فالإتاوة مبلغ نقدي جبري تفرض الدولة على أصحاب العقارات بنسبة المنفعة التي حققوها من جراء قيامها ببعض الأشغال والأعمال العامة مثل طرق كهرباء، ماء، مجاري أو أبنية أو قنوات إلى آخرهم قلنا الرسم والإتاوة كلاهما يرتز كزان على أنه مقابل قلنا الرسم مقابل خدمة والإتاوة مقابل زيادة قيمة العقار اللي أنا أمتلكه لكن قلنا هاي أوجه الشبه أكو اختلاف ما بين الاثنين الإتاوة تفرض عليمن على فقط مالكي العقارات بينما الرسم تفرض على كل فرد مطالب الخدمة فيكون مطالب بدفع الرسم الإتاوة قلنا فقط على أصحاب العقارات وأكو بها عنصر إكراه أقوى بينما الرسم عنصر الإكراه بأقل لأنه بمقابل أنا أطلب الخدمة أدفع الرسم ما أطلب الخدمة ما أدفع الرسم المكلفين بدفع الإتاوة هم الملاك والعقاريين الذين استفادوا من الأعمال العامة أما الرسم يدفعها كل فرد انتفع من الخدمة أساس فرض الرسم لما يتم فرض الرسم من قبل السلطة التنفيذية أو الحكومة من خلال مؤسساتها ومشاريعها ودوائرها فهذا الرسم يكون بموافقة السلطة التشريعية يعني البارلمان ممثل للشعب هو من يجيز إلى السلطة أو الحكومة أو السلطة التنفيذية فرض الرسوم لكن يكون ضمن في أطار مجموعة من النقاط ما ممكن فرض رسوم جديدة إلا بموجب القانون يعني هنا السلطة التنفيذية ما تقدر كيف تفرض رسومات بدون ما ترجع أو أكو إجازة من قبل السلطة التشريعية من خلال القانون هنا أيضا ما ممكن أن تحصل أي تغييرات أو فرض رسوم جديدة ما دام القانون مقارها وكذلك لا يمكن تغيير سعر الرسم اللي أقرر القانون اللي يفكر أني من أريد أغيير لازم أرجع علمان إلى القانون أهمية الرسم الرسم بالوقت الحاضر تضاءلت أهميته الأهمية أصبحت علمان الأهمية الكبرى أصبحت للضرائب لماذا للضرائب؟ الضرائب هنا بها أنصر إكراه وإجبار أقوى الضرائب يدفعها المكلفين سواء حصلوا على خدمة أو لم يحصلوا الضريبة ما يكون مقابل على عكس الرسم أنا أروح أطلب خدمة أدفع رسم ما أطلب الخدمة أنا أنا ما مجبر أدفع رسوم للدولة بينما الضرائب تفرض على المكلفين بدون مقابل فرغم أن الرسوم هو من الإرادات السيادية إلا أنه بالوقت الحاضر تضاءلت أهميته وحجم مساهمته كإرادات للدولة وأصبحت الأهمية الأكبر بالوقت الحاضر المن إلى الضرائب كمصدر إرادات أقوى ويدور عائد أكبر بالنسبة للدولة الثمن العام والرسم الثمن العام والرسم الثنيناتهم من تحددهم الدولة لكن الرسم يكون مقابل خدمة والثمن العام يكون مقابل سلعة تقدمها الدولة أو أحد مشروعاتها بالنسبة للأفراد ورغم التشابه ما بين الثمن والرسم أنه كلهما تحدد الدولة أو كلهما يحقق يدفعان بمقابل نفع خاص واثنيناتهم يتحقق الأفراد وكلهما تحدد الدولة إلا أنه أكو مجموعة من نقاط الاختلاف أوجه الاختلاف الرسم يعتبر إيراد سيادي بينما الثمن هو ما يعتبر إيراد سيادي هو إيراد نتيجة نشاط تقوم بالدولة أيضاً الرسم تحدد منه يحدد القانون يحدد بموجب القانون بينما الثمن عن طريق قوى العرض والطلب يتحدد إذن الرسم يعتبر إيراد سيادي بينما الثمن هو نتيجة نشاط تقوم به الدولة الرسم يكون يحدد بقانون بينما الثمن العام نتيجة قانون الطلب والعرض وقانون اللي يقرر البرلمان الرسم يحقق النفع العام والنفع الخاص بينما الثمن يحقق فقط نفع عام أنا اشتريت سلعة السلعة هتحقق لي إليه نفع خاص ما هتحقق نفع عام للدولة أو للمجتمع بينما الرسم يتحقق بين نفع العام والخاص الثمن العام شون يتحددنا الثمن العام في حالة المنافسة والاحتكار شوفوا في حال أن الثمن إذا الدولة أو أحدى هيئاتها العامة كانت تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية إذن أنا أريد أقدم هاي السلعة اللي أنتجها الأكبر عدد من أفراد المجتمع إهنا شون اللي راح أسوي إهنا راح أقلل سعر السلعة أو المنتج اللي أبيعه أنا أريد أن يكون متاح لدى كافة الأفراد حتى إذا ما كان يغطي تكاليف إنتاجه حتى إذا كنت أنا كمؤسسة أحقق خسائر بس أنا هدفي تحقيق أهداف اجتماعية تغفير هاي السلعة والمنتج لأكبر فئة من أفراد المجتمع هذا إذا كان هدفي اجتماعي زين إذا أنا كان هدفي الحصول على أما إذا كان هذا الأول هاي اثنين إذا كان هدفي الحصول على إرادات مالية فهنانا لازم نفرق إذا كان السوق اللي أنا أعمل بي أو أنا كدولة الموجود فيه اقتصادي هل هو حالة منافسة كاملة أم احتكار وش نقصد بالمنافسة بالمنافسة الكاملة يعني مشاريع الدولة تنافسها مجموعة من مشاريع القطاع الخاص الدولة ليست هي فقط المسيطرة على إنتاج هاي السلعة وإنما أكو عدد كبير من المنتجين بالتالي الدولة لكي تروج لمنتجاتها ولكي تبيع كمية أكبر من المنتجات مالتها أو السلع تحاول تبيعها بالسعر تخفض السعر إلى المستوى الذي تبيع به مشروعات الأفراد أو أقل منه يعني أنا أبيع السلعتي بالسعر الذي يقترب من السعر الذي يبيعها للأفراد أو القطاع الخاص أو أبيع بأقل من عنده ليش؟ لأن أنا هنا هدفي أنه أروج السلعتي وأبيع أكبر قدر من هذه المنتجات لأنني عندي منافسة من قبل القطاع الخاص أما في حالة الاحتكار أما في حالة الاحتكار وهي الحالة الثانية قلنا في حالة المنافسة وهنا هنا هذي باع في حالة الاحتكار في حالة الاحتكار الدولة هي المسيطرة هي من نقول احتكار إذن الدولة هنا محتكرة لإنتاج هذه السلعة ماكو شخص ينافسها ماكو قطاع خاص منافس إلها بإنتاج هذه السلعة فبهذه الحالة هنا دولة هتكون مسيطرة مو فقط على الإنتاج مسيطرة كذلك في تحديد سعر السلعة اللي تبيعها هتحدد السعر وفق توجهاتها وفق هدفها بتحقيق أرباح أو بتحقيق منفعة أو بيع كمية أكبر من السلعة حسب توجهات السلعة العفو الدولة بس هنا الدولة هي المتحكمة ليش؟ لأن ماكو منافس إلها ينافسها في إنتاج هذه السلعة وقد تستخدم الاحتكار لتحقيق إيرادات يعتبر كنوع آخر من أنواع الضرائب بطريقة غير مباشرة هنا السعر التنافسي السعر اللي أبيع به هنا هدفي من أبيع بسعر عالي أسحب جزء من القوة الشرائية أو كأنما ده أفرض ضريبة بطريقة أخرى لتحقيق إيرادات مالية للموازنة محاضرتنا انتهت محاضرتنا الثانية إن شاء الله يوم غد اللي هو حنكمل الجزء الثاني من الإيرادات العامة أتمنى تكون المحاضرة واضحة وشكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر